الإمام العلم شيخ الإسلام ومفت الحرم أبو محمد عطاء بن أبي رباح المكي كان مملوكا فأعتق وكان من سادات التابعين علما وورعا وفضلا أولد سنة سبع وعشرين أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه وأدرك مئتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان وعاء من أوعية العلم حدث عن عائشة وأم سلمة وأبي هريرة وابن عباس ومعاوية وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وروا عن جمع من التابعين منهم عبيد بن عمير ومجاهد وعروة وابن الحنفية وغيرهم حدث عنه مجاهد بن جبر وأبو إسحاق السابعي وعمر بن دينار والزهري وقتادة وغيرهم كان ثقة فاضلة قد فاق أهل مكة في الفتوى ولم يكن له فراش إلى أمات إلا المسجد الحرام قال أبو عاصم الثقافي سمعت أبا جعفر الباقر يقول للناس وقد اجتمعوا عليكم بعطاء هو والله خير لكم مني كان عطاء يجلس للفتية في مكة بعد وفاة حبر الأمة عبد الله بن عباس ولما قدم ابن عمر مكة فسألوه قال أتجمعون لي أهل مكة المسائل وفيكم ابن أبي رباح ومع ساعة علمه كان لين الجانب متواضعا فعن ابن جريج عن عطاء قال إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد كان زاهدا ورعا ما له إلى ذي سلطان حاجة قال الأصمعي دخل عطاء على عبد الملك بمكة وهو جالس على السرير وحوله الأشراف وذلك في وقت حجه في خلافته فلما بصر به عبد الملك قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير وقاعد بين يديه وقال يا أبا محمد حاجتك فقال يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست هذا المجلس واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم فقال لا أفعل ثم نهض وقام فقبض عبد الملك على يده وقال يا أبا محمد إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها فما حاجتك فقال ما لي إلى مخلوق حاجة ثم خرج قال ابن جرير كان عطاء بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ مئتي آية من سورة البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك توفي عطاء بمكة في رمضان سنة خمس عشرة ومئة عن ثمان وثمانين سنة رحمه الله ورضي عنه